إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَدِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَيْعُونَكَ إِنَّمَا يُبَيْعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْمِيهِمْ فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَادَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤْطِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شررتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينطلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوق وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً الله اشتركوا في القناة